شايفين ان بتاعة بتاعة التلمل اسمها كده مني. ما حاس لها بقلق على ماتش. نهاردة عوزين نكمل الفيديو بتاع ازاي نعمل بريدنج او تفريخ للبوات. احنا دوقتي في خلاص دخين عشهر عشرة. المفروض اللي احنا كنا قولنا قبل كده ان احنا بنرفع اوزان البوات عشان يبقوا جاهزين للمسم اللي جاي. اه لسه احنا شغالين في الموضوع ده بس عشان تكون جاهزة للتفريخ لازم يكون وزنها اه كويس. وتكون فيها كمية دهون كبيرة عشان اه الحمل والولاة ده بيحتاج مجهود كبير. تاني حاجة الاكل مهم عشان النتايا نفسها لما تحس ان الاكل متوفر تعرف ان هي اه قابلة للجواز لان الولاد بتاعتها لما تتولد هيبقى في فرصة كويسة ان هم يلاقوا اكل ويجبروا. لو انت مأكلتها كويس و هي حاسة ان الاكل قليل. مش هتكون الاوفيس اللي افبطناها عشان تنتج. تحفزها لانتاج الاوفيس دي. العملية بتاعت انتاج هي عبارة عن ان النتايا بتبتدي تكون حاجة اسمها الاوفيس. او الفوليكلز بتكون الفوليكلز. الفوليكلز دي ما عارفش اسمها ايه بالعربي. هي اه يعني ولا انا فهم حتى هي ايه بالانجليزي بس انا فهم بتاعت البوات. بتكون حاجة اسمها الفوليكلز بتبقى صغيرة قوي. دي هي اللي بعد شهور لما بتجبر بتعدي للرحم وتكون البيضة. فاحنا دلوقتي عاوزين نساعد النتايا ان هي تكون الفوليكلز دي. فاحنا اكلناها كويس ده اول حاجة تخليها تعمل فوليكلز. تاني حاجة ان الجو بتدي يساقع شوية والده اللي جاي الشهر الجاي ان شاء الله واللي بعده. تالت حاجة ان احنا نوفر لها دكر يحفزها على انتاج الفوليكلز. احنا مش عاوزين دلوقتي نجوزها بس عاوزين نقول لها ان الدكورة موجودة الاكل موجود السيزون اللي جاي بتاع الربيع جاي. فانت استعدي للجواز. فالنهاردة احنا هنحط تقريبا مع كل انتايا دكر لمدة عشر دقايق. نشوف الرياكشنز بتاعتهم ايه. ونحس النتايا ان فيه دكورة بستانياكوا عشان تتجوزكوا. فانتوا بقى كوينوا الفوليكلز بتاعكم. وابتدوا انتاجوا. مش مجهودكو بتاع انتاج الفوليكلز مش هيروح الفاضي. انتاجوا فوليكلز والدكورة موجودة. تعال نشوف بقى ايه اللي هيصر. النتايا دي احنا كنا جاوزناها السنة اللي فاتت للام وان. السنة دي انا احاول اجاوزها للام تو اللي هو الهايفو. نجيب بقى الهايفو. احا. اطلعه انا. ونحطه معاها. طبعا كاي حاجة في الدنيا وانت بتعمل الانتو بتعرفهم على بعض. لازم تكون موجود ما تسيبهمش وتمشي. كده كده انا انا مش عاوز اجوزهم. انا بس مجرد عاوز اشوف الرد فعلهم ايه? وعاوز اعرف النتايا اللي فيه دكورة جاهزة للجواز. تبتدي هي بقى تنتج حاجة اسمها الفرمونز او الروائح. المغرية للدكر علشان يتجوز والدكر يبتدي يجهز نفسه للجواز. طبعا الدكر ده لسه هدخل في تغيير الجلد فعشان كده غامق. النتايا لسه مغيرة الجلد عشان كده هي فتحة. بس اللي اتنين هايكو. اه فيه ناس بتحب تحط الدكر عند النتايا او النتايا عند الدكر انا ملايش اي فرق. ما بصراحة ما ما حسيتش باي فرق يعني. دكر شكله اه داخل لسه بتعرف على المكان ما دخلتش على النتايا. النتايا بصوا بقى اياها ايه. واحد دخل غريب عندها فبتشموا على الزرف هو مين. شايفين راسها بتشم في جسمه هاي. دي راس النتايا. وكمان الدكر بيشم في النتايا هاي. يعني على حياء يعني بيشم مرة شايفين النتايا بتادي التلميج اسمها كده مني. انا حاس لها بعلق على مدش. طبعا الصوت لوحده بتاعي ده آآ مزعج ليهم شوية. يعني في العادي ببقى ساكد ومتحركش ما عملش اي حركات مفاجئة. مش عارف انا لو لو بدأ بريدنج هشيله ولا هسيبه. آآ بصوا دكر. بيشم في ناحية تانية مش عارف هو متوتر ولا مش مستعد اصلا. طبعا الدكورة بتحب تتجاوز بعد ما تكون غير جلد النامة مش مشكلة يعني دولوقتي مش مهم الجواز على قد ما عايزين نقول النتايا ان الدكر موجود. بس هو الدكر اهو يعني. لو شفتوا النمط في العاية دي هتقب بيبعدوا عن بعض. النامة دلوقتي واضح بصوا النتايا. بتحاول تقرب من الدكر وتمسح خدها فيه. الدكر كمان بصوا هتبدأ ان هو بيحاول يمسح نفسه في النتايا. بتكون لها علامات اهتمام بيحاول يمسح نفسه في النتايا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة . . . . . . . اللي انا شايفوا ان النتاية ما تسحب نفسها كده هي مش مستعدة وانا اصلا مش ناوي اكمل فحلو كده عليهم نحاول نشيل بقى الدكر في الجواز بقى هتلاقيق ان الدكر كمل لغاية ما حصل التزاوج نفسه كنا ممكن نسيب الدكر مع النتاية خلاص بقى لغاية اخر السيزن بس ده عيبها حاجة واحدة ان الدكر بينهك بقى بيت على قوي فحنا عشان نحافظ على قوة الدكر بتاعتنا نحطها بس لغاية اما النتاية تبقى جاهزة بعدين نحطه لها تتجاوزوا انما دلوقتي احنا شجعنا النتاية وقلنا لها فيتكورة كويني بقى الفوليكلز بتاعتك وبعدين ندخل عليك الدكر تاني تعالوا نشوف الدكر والنتاية تانية دي نتاية التانية الهايبو اللي عندي ما تجاوزتش سلفات دي بقى حاول اجاوزها السنة دي وانا عاوز لان هي دي ما شفتش انتاجها فانا عاوز اجاوزها مع الالباينو ده الالباينو اللي عندي لعلة وعسى تكون شايلة اي جينات الباينو فتطلع لنا الباينو والي هو يعني احتمال يعني قليل رحط بقى برضو الاولاني الدكر ده اكثر خبرة طبعا من الان تاني بس النتاية دي اقل خبرة وهم الاتنين عاوزين يغيروا جلد فمتقوش متحمسين اي وجمان غير وهم عاوزين يغيروا جلد وهم اقوي تبقى مرائب عشان انت تعرف اللي بيحصل وعشان ان اعصال شيء يعمل في بغير ما تاخد بانا شايفين دي اول حاجة في او الغزل اللي بينهم اللي هو بوصه حط كده نفسه جنبها وماشي موازي جدا طلع فوقيها وبيفع عصرقابته كده في رقابتها كل دي علامات من علاماته الغزل تعبنية يعني اه هي بما انها ما رفزتوش وهزت نفسها جامد كده يبقى هي برضو مش رفضة اول وضع انا عم هي ممكن ما تكونش قبلها الجواز دلوقتي بس هي مش رفضة وجوده يعني بس هي مؤشر جيد ان هو ما اه دخل مستعد اه بيعاكس على طول اعزو اريكو حاجة تانية كمان في ديلو في زائدتين كده هنا شايفين الزائدة دي شايفين الزائدة دي فيش زي الشوكتين كده اول ديلو عند فتحة الاخراب دول بيمسك بيهم النتيجة او بيعاكسها بيهم كده هو ماشي عليها بتحفزها للجواز برضو بس لسه هو ما دخلش عم بديلو خاص شايفين هو راسو فوق قسمها في وضعي لو طبيعي ما كانش هيبقى كده ابدا ولا هيورف بيها ولا هيورف بيها ولا هيورف بيها هي بتحاول تليم نفسها دلقتي تبعد هل رفعت ال DVD؟ دماغ الشر برضو جيد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة